براشد بن ثلاب الهاجري عم المركز الخامس ومن يحتل المركز الخامس صغان لمبارك بن محمد بن سالم البريدي هكذا نتيجتنا للمرة الثانية وخلصنا نداءنا الثاني وللخمسة المراكز الأولى لشوط الزمول الله الله شوط الزمول الرابع ولكن هو في المجموع هو الثامن الله نعود مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط يا سلام يا صغان صغان يقير من الجانب الأدنى في هذه اللحظات العبيد بن حمد بن شينان المري ويمتلك هذه القيادة ويمتلك هذه السيادة مع عبيد بن حمد بن شينان ولكن هناك من الجانب الأيمن هنا يصلنا شعار بن ترحيب مع عناد مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري واثنين كيلو متر اثنين كيلو متر على النهاية والقيادة هناك مع صغان وشعار عبيد بن حمد بن شينان المري نتعرف على المركز الثالث هناك منصور منصور هو من يحتل المركز الثالث لجابر بن حمد بن مسعود المري والمركز الرابع يصن شعار مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري مع عنيد وهنا في المركز الخامس كذلك يصن فراع لحبيب بن محمد البريدي هو من يحتل المركز الخامس يا سلام أرزمول تتحرك مشاهدين الكرام أراها تتحرك رويدة رويدة وتقترب وكلها يقترب من بعض ولكن القيادة لازالت مع شعار عبيد بن حمد بن شينان مع سوقان وسوقان يعني هو من يستلم قيادة هذا الشوط وبراحة تام هناك مع ابو حمد في المقدمة و1500 متر 1500 متر على النهاية يعني كيلو ونصف والقيادة مع عبيد بن حمد بن شينان وبقيادة سوقان ولكن هنا المركز الثاني عنيد أو عناد هو من يحتل المركز الثاني لمبارك بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري هو من يحتل المركز الثاني أما المركز الثالث فمنصور لجابر بن حمد بن مسعود المري هو من يحتل المركز الثالث نتابع وإياكم هناك عنيد للسيد مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري في المركز الرابع المركز الخامس اسمه جديد وكذلك تدخل جديد هنا هملول للسيد محمد بن سعيد ابو عامر الخيارين هو من يحتل المركز الخامس يصل بالله الكيلو الأخير الكيلو الأخير يا أبو حمد يا أبو حمد ما فيك إله الله مع صغان هو من يقود المسار الله تاريخه يتكلم عنه تاريخه يتحدث عنه هذا البعير وهذا البعير اللي يشاركنا سوقان هو صاحب رئيسي في ميدان الوثبة بدولة الإمارات وصاحب رئيسي كذلك في ميدان المرموم في مدينة دبي الله يعني الله يعين يعني اسم على مسمى سوقان سوقان يا مشاهدين في أول ظهور له في هذا الموسم يقود المسار وبدون أي تعليمات ويقادر بقية المراكز سوقان تعود ملكية العبيد بن حمد بن شينان المري ما شاء الله ما شاء الله انتاج طيب يا جماعة يعني سلالة طيبة وانتاج ما فيه كلاب من الأربعمية متر الأخيرة يحق لنا النزف الثانية لبو حمد عبيد بن حمد بن شينان وبدون أي أوامر تذكر وبدون أي أوامر كذلك نشاهدها ولكن عبر الجهاز اللاسلكي نحن لا نعرف إذا جات الأوامر عبر هذا الجهاز وإلا ما جاته يعني ما ندري على كل حال نزف الثانية لهذا المضمر ولهذا المالك عبيد بن حمد بن شينان على فوص صغان وتحقيقه بالمركز الأول في هذا الشوط الثامن وفي الشوط الرابع في مجموع هذه أشواط الزمول تهانينة وألف مبروك العبيد بن حمد بن شينان على فوص صغان وتحقيقه بالمركز الأول المركز الثاني يصل في المركز الثاني أعناد بن حمد بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهجري المركز الثالث يصل فيه شعار سيد محمد بن سعيد ابو عامر الخياريين هم لول المركز الرابع السيف لتركي بن غلاب الصوات العتيبية المركز الخامس يصل صغان للسيد مبارك بن حمد بن سالم نهني كل الإخوة الفائزين وحظ نوفر لما لم يحالف الحظ نزيفه الثانية مرة أخرى لمالك صغان عبيد بن حمد بيشينان ولحظات وصوله إلى خط النهاية 8 دقائق 36 ثانية 6 أجزاء من الثانية نهني عبيد بن حمد بيشينان على فوص صغان بالمركز الأول المركز الثاني تصل في المركز الثاني عناد حاته على المسافة في 8 دقائق 38 ثانية جزء واحد من الثانية نهني مالك عناد مبارك بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري المركز الثالث يصل في المركز الثالث همنول فاطع المسافة في 8 دقائق 40 ثانية 5 أجزاء من الثانية نهني محمد بن سعيد وعامر الخيارين على هذا الفوز